موسيقى موسيقى بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين مدعوين مسيحيين سلام المسيح أحباب الرب يسوع ومتابعي قناة الحياة المسيحية التي هي الصوت لكل المسيحيين اليوم نتكلم عن موضوع يخص المسيحيين حلقة اليوم بعنوان مدعوين مسيحيين مكتوب في إنجيل يوحنى 1-12 وهم كل الذين قبلوه فعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين بإسمه خلونا نشوف من هم المسيحيين هم أشخاص تعرفوا على المسيح من كل الأديان وطواف الأخرى من الممكن أن يكون مسلم صبي ويهودي صابئي أو بوذي ومسيحي وهم المؤمنين بإسم المسيح من كل العالم مكتوب في إنجيل يوحنى 3-16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وقول السيد المسيح لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به يوحنى 14-1 وهكذا قد جعل الإيمان به مساويا للإيمان أي نحن نؤمن بالمسيح رب وإله ومخلص يوحنى 11-25 قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن به ولو مات فسيحي المسيحية هي الحياة قبل الموت وبعد الموت وهذا عمل الله في المسيح يسوع يوحنى 6-47 الحق الحق أقول لكم من يؤمن به فله حياة أبدية المسيحية هي حياة أبدية مع شخص المسيح فلا يوجد خلاص بدون المسيح والإيمان في المسيح يسوع معنى كلمة مسيحي هو الشخص الذي جاء إلى المسيح أو ينتمي إلى كنيسة أو اختار المسيح هي مرحلة تسمى العبور من الظلم إلى النور كما ذكرنا هم من الأديان أو الطوائف الأخرى هو شخص من الممكن أن يكون رجل أو امرأة تعرف على المسيح وقبل المسيح حيث اعترف بفمه وآمن بقلبه كما هو مكتوب في روميا 10-9 لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت أن المسيح هو الله المتجسد ويكون على علاقة شخصية مع المسيح حيث أن المسيحية هي ليست ديانة هي علاقة شخصية مع المسيح وأبناء المسيح من خلال الشركة مع الكنيسة وتعاليم الكتاب المقدس والتلمذة وقراءة الكتاب المقدس والصلاة والشركة مع الرب كما هو مكتوب في أعمال الرسل إداعي 26 فحدث أنه ما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلمها جمعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاقيا أولا المسيحية هي ليست وراثة هي حياة وشركة مع المسيح والكنيسة والكتاب المقدس ويكون هناك شركة مقدسة ونكون قديسين في المسيح مكتوب في سفر اللاويين إداعي 44 إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس وهناك مسيحيين يدفعون ثمن لكي يدبعوا المسيح وخصوصا من المسلمين أو الأديان الأخرى ومن ضمنهم المسيحيين الذين إلى هذا اليوم يدفعون ثمن المحبة والأمانة والطيبة وسبب هذا اسم المسيح أي إنهم مدعوين مسيحيين أما الأبناء الذين كانوا ظالين من الأديان الأخرى وتبعوا المسيح هم يدفعون ثمن غالي وهو أهلهم وبيتهم ويتم طلب قتلهم بكل سهولة أو الفتوى بتحليل أموالهم وبيوتهم وكل ما يملكون حتى زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم يكون حلال لهم من خلال الشرع والدين الإسلامي حسب كلام الشيوخ وهذا ما يحدث الآن في الشرق الأوسط ويحل في الشرع الإسلامي قتلهم بعد التأكد منهم أنهم تركوا الدين الإسلامي وهذا من فتاو الشيوخ ورؤساء الدين الإسلامي ويضيح حق المسيحي باسم الدين بطريقة جديدة حتى حق اختيار الديانة لا يوجد أي حرية بسبب الدولة الإسلامية والفكر الإسلامي يوجد من يدفع الثمن من خلال الخوف والاختباء كي لا يكون فريسة للشرع الإسلامي والمسلمين وهو يختبؤون خلف الظلم حيث يذهبون إلى مكان العبادة مثل المسجد ويصومون رمضان ويؤدون الصلاة لكي لا يشق بهم ويستمعون إلى الدروس والتعاليم مجبورين وليس بالرغبتهم كي يكون هناك غطاء لهم ويعيشون في حالة من الرعب شيء صعب بس الرب يسوع يقدر يعينهم وينطبق عليهم مزمور 84 عابرين في وادي البكاء يصيرون ينبوعاً أيضاً ببركات يغطون مرة وهناك الكثير من المؤمنين في المسيح في الدول العربية واجهتهم مشاكل عدم الثقة مثل شخص مؤمن يروح للكنيسة في بلده ويطلب منهم أن يتم تعليم المسيحية أو أساسيات الإيمان ويطلب أن يكون تلميذ أو يتعمذ أو أن يكون مسيحي حتى يكمل وصية المسيح كما هو مكتوب في مرقص 16 من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن بس طبعاً هم لا يستطيعون أن يثقوا فيهم وكل هذا بسبب خوف أن يكونوا جواسيس أو يتم قتل المؤمن أو قتل القسيس أو قتل الخادم خادم الكنيسة للأسف هذا حال الكثير من المؤمنين من المعتقدات الأخرى يمر عليهم سنوات وهم بدون تلمذة أو معموذية للأسف كل هذا نابع من الخوف بسبب الحكومة التي هي حكومة إسلامية وأكيد يخافون من القتل والاضطهاد ويضيع الأخضر واليابس بسبب عدم الأمان والحرية والتعصب من بعض المسلمين والسؤال هو كيف نحاول حل مشكلة الثقة وهذا ما أطلب أخواننا المسيحيين والصلاة من أجلهم ومتابعتهم والنظر في احتياجاتهم قام المسيح بإطعامه مساعدة الناس وأحب الناس وطلب مننا في إنجيل متة خمسة أربعين إلى واحد واربعين من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخر كميل واحد فاذهب معه اثنين ومن سألك فعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده يا أحباب المسيح المسيح علمنا أن نكون كرماء وأن نعطي بسخاء فما بالكم يا مسيحيين يطلبون منكم المسيح وتبخلون بالمسيح من أنت يا إنسان حتى تحكم وتختبر الآخرين إحنا علينا أن نعطي ونعلم ونكرز باسم المسيح والكتاب المقدس وملكوت الله ومجيء المسيح الثاني وهذه رسالتنا إلى العالم وصلاة من أحد أخواننا المسيحيين الذي لم يتم تعميذه من المتابعين لبرنامج أبناء الرافدين من الذين لم يعتمدوا قال آمين أبانا الذي بالسماوات عمدني باسمك يسوع المسيح رتب لي طريقي ونور حياتي باسمك يا رب افتح لي كل الأبواب المغلقة ربي يسوع المسيح آمين وهذا كان طلب وصلاة ورسالة أخونا بسبب عدم مساعدة أو الخوف لماذا هذا الخوف يا مسيحيين إلى متى الخوف والسكوت وأحد مشاركات أخواننا مع برنامج أبناء الرافدين قال وبعد استماعي إلى برنامج سؤال جريء من خلال قناة الحياة المسيحية وبرنامج أبناء الرافدين لمدة شهرين مع قناة الحياة المسيحية وقنوات أخرى بدأت بالاتصال عدة مرات لكن بأسماء وهمية كي لا يتم التعرف عليه بسبب وضع البلد مثل اسم حيدر أو أي اسم آخر مستعار وفي مرة سألت الأخ وحيد في برنامج الدليل كيف أكون مسيحي وأنا في المجتمع الإسلامي فأجاب لا تعلم للناس أنك مسيحي ولكن إن سألك أحد لا يجوز نكران أنك مؤمن هنا الانفجار كان لي قرار أن لا أكون جبان وقررت أن أشتري الكتاب المقدس وبعد جهد في البحث وبدأت أقرأ من سفر التكوين الذي كان 72 صفحة وبعد اتصالات بأحد البرامج المسيحية على الهواء فقالوا لي أقرأ إنجيل متة ثم هداني ربي إلى نور المسيح فقررت أن أهرب بعيدا عن المجتمع الإسلامي وبدأت بعداد السفر من الجواز إلى بيع أملاكي بأرخص الأسعار ولكن تم كشفي حيث هاجم أخ من أخوان زوجتي علي وأطلق الرصاص في بيتي وأدخلته السجن لكن في التحقيق قال أنه هاجمني لأني تارك الإسلام وتبعت المسيح وأفرج عنه وبعدها تنازلت عن الدعوة وبعد هذا تركوا أبناء المدرسة لأنهم في المدرسة يقولون لهم أبوكم كافر مسيحي وها أنا تارك مدينتي وبلدي وأترك وطني كي أختار المسيح وأنا مؤمن أن بلدي الآن هو السماء الملكوت حيث سأكون مع المسيح ومنها إلى دولة غير مسلمة حيث يكون لي الحرية أقدر على العيش بسلام مع أبنائي كي نشهر ونعلن إيماننا وأننا مسيحيين اذكروني في صلاتكم وحماية الرب معكم سلام المسيح وسلام ونعمة يا أخواني في المسيح يسوع ربي بارككم ربي باركك يا أخي الحبيب وهذا ثمن غالي يدفع كل المؤمنين بسبب الفكر الإسلامي علينا أن نفهم ونقدر هكذا تضحيات ونصلي من أجل أخواننا في المسيح الذين يعيشون تحت الاضطهاد والألم ونصلي من أجلهم ونصلي من أجل العناية الإلهية ونصلي من أجل كل أعداءنا مثل ما علمنا المسيح وقال المسيح أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسوعون إليكم ويطردونكم كما هو مكتوب في إنجيل متة 5 عدد 44 وهذا هو تعليم إلهنا هذا هو تعليم المسيحية هذا هو مسيحنا علمنا المحبة والتسامح والغفران خلونا نصلي من أجل ضيقاتنا من أجل ضيقات المسيحيين وأهل بلدنا والشرق الأوسط وكل من يأتي إلى المسيح نطلب حماية الرب عليهم وعلى عوائلهم ونطلب بركة الرب على حياتهم سلام المسيح يكون معهم ونار الروح القدس تكون فيهم ومحبة الله الآب ترشدهم ونطلب دم المسيح وحمايته عليهم ويبعد كل شر وشرير باسم الرب يسوع آمين هذا كانت مشاركة واختبار أحد أخوانا وسيكون هناك في الحلقات القادمة مشاركات كثيرة وهناك مفهوم خاطئ أو يوجد مفهوم خاطئ هو أن العابرين هم مسيحيين أحب أوضح هذه الصورة المسيحيين هم عابرين المسيحيين هم الذين عبروا إلى المسيح أي كانوا في الظلمة وجاءوا إلى النور وأشرق نور المسيح على حياتهم لو لم يكن نور المسيح في حياتك لما عبرت من الظلمة إلى النور رسالتنا اليوم إلى كل من يستحي أو يخشى أو يفطهد أو يتعدى على المسيحيين المؤمنين بالمسيح الذين جاءوا من الظلمة إلى النور اسأل نفسك هذا السؤال مكتوب في رومية ثمانية خمسة وثلاثين من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف أنا أخوكم في المسيح أفتخر وأصرخ بكل صوتي بكل محبة باسم المسيح أنا كلي فخر بالمسيح يسوع وكنت في الظلمة وعبرت إلى النور كنت ابن ظال واليوم أنا ابن المسيح كنت أعمى والآن أبصر وأنا أحد أبناء المسيح مؤمن بالمسيح إيمان قلبي واعترافة موي أرفع صوتك يا أخي الحبيب وأصرخ لا تخاف تكلم مع المسيح هو يحبك أنت ابن المسيح كنا واحد في المسيح رسالة إلى كل من يؤمن بالمسيح خلونا نساعد بعضنا البعض ونحب بعضنا البعض خلونا نبارك المؤمنين الجدد اللي هم في بداية الطريق نساعدهم بالمحبة بالتعليم من خلال المسيح وكلام المسيح الكتاب المقدس مكتوب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب إنجيل لوقة 15 سبعة أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بار لا يحتاجون إلى توبة وإحنا هم نفرح ولازم نساعدهم ونباركهم من خلال المحبة والتعليم هم أحب المسيح الذي فينا خلونا نكمل معهم ولا نكون سبب عثرة لهم ومكتوب ويلون للمن يأتي بهم العثرات خلونا نتحد خلونا نجمع ما نفرق لأن إلهنا يجمع خلونا نحب ونساعد ونساعد وننعلم أخوتنا خلونا نصلي ونتحد مع بعض ونحمي إذا غلطان نسامحه ونساعده وإذا مندفع نبدأ نوجهه بصورة صحيحة ونحبه حتى لا يسقط وإذا يريد يخدعنا فهو ميدر يخدع الله إحنا شغلنا نحب ونرعى الآخرين نشوفون المسيح اللي فينا يبدأ المسيح هو اللي يغيرهم مو إحنا يا ناسيا عالم المسيح هو الطريق هو الحق هو اللي يغير هو اللي يعلم إحنا مجرد وكلاء يجي يوم ننطي حساب على إخواننا في المسيح فكروا في هذا اليوم هل أنت كنت أمين هل أنت كنت قدوة جيدة هل سيقول لك المسيح نعم أيها العبد الامين أم العبد البطال الغير أمين إحنا أبناء المسيح نرفع اسم المسيح ونشهد بالمسيح إلى كل العالم ونكرز بالكتاب المقدس وبمجيء المسيح الثاني المسيح هو الشخص الذي يدبع المسيح وكل مسيح هو جاء من الظلمة إلى النور ابن ظال كان أعمى واليوم يبصر نور المسيح سلام ونعمة رب يسوع تكون معكم وفيكم وملائكة المسيح تحميكم بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اشتركوا في القناة